إذا سمعت حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فتأكد من صحته حتى لا تعمل بحديث باطل أو ضعيف وأصح الكتب على الإطلاق بعد كتاب الله العزيز هما صحيح البخاري وصحيح مسلم وسبب تأليف مسلم لصحيحه أنه سأله بعض الفضلاء أن يجمع له أحاديث في الأحكام وغيرها بشكل مختصر فأجابه لذلك وقال وسألتني أن ألخصها لك بلا تكرار فإن ضبط القليل وإتقانه أيسر من معالجة الكثير ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم ومع أن صحيح البخاري أعلى من صحيح مسلم لكن صحيح مسلم يتميز عليه بأمور منها أنه يجمع طرق الحديث في الموضع الواحد فيسهل معرفة المطلق من المقيد والعام من الخاص قال ابن حجر حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل وذلك لمختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى كما يتميز بجودة ترتيبه وحسن سياقه قال النووي ومن حقق نظره في صحيح مسلم واطلع على ما أودعه في إسناده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقه من نفائس التحقيق وأنواع التحري في الروايات وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره وكان من أهداف مسلم في تأليف كتابه التحذير من الروايات المنكرة قال مسلم فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ويحتوي صحيح مسلم على حوالي أربعة آلاف حديث من غير المكرر فاحرص على قراءته مع بعض شروحه وحفظ بعض أبوابه فتلك خطوة مهمة على طريق المتفقهين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ترجمة نانسي قنقر